اشتركوا في القناة وترأس اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء معالي السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية رئيس الدورة الحالية للمجلس وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ومعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وقد تبنى مجلس وزراء خارجية الدول العربية قرارا نص على التأكيد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده والعمل مع المجتمع الدولي على أطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك تنفيذا للقانون الدولي وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع ونص القرار على إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين كما أكد القرار على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها ترجمة نانسي قنقر